بالنسبة للزمالك التدريب ماشي بشكل جيد جدا وفريرة النهاردة في المؤتمر الصحفي ومعالوينش أكدوا ان هم ان شاء الله جدين في المباراة وان هم اتوا للفوز ثم الفوز ثم الفوز ولا يفكروا الا بالفوز فقط لغير في الوقت اللي نبيل الكوكي مدرب فريق نادي شباب بلوزداد قالوا انه بيسق في لعبته وانه يعني بيشتغل على الاراضة بتاعة لعبي شباب بلوزداد مباراة ستكون صعبة للفرقين لكنه عندنا امل كبير جدا في نادي الزمالك انه يفوز الزمالك فاز انا بقولك مبروك يبقى تاهل لانه هتكون مباراة مع المريخ هنا لن يقبل الزمالك ولا جمهوره ولا مدربه ولا اي منتمل نادي الزمالك ابدا انه الزمالك فرط في هذا يعني او في هذه الفرصة وكل التمنات بتوفيه ان شاء الله لنادي الزمالك من الاهل والزمالك الى